طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس ماكيسال رئيس جمهورية السنغال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الافريقية السنوية المقبلة والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم وقد قدم سيد الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس ماكيسال على رئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2022 والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية والتي كان لها تدعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية من جانبه أعرب الرئيس أماكيسال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القري خلال فترة رئاستها للتحاد الافريقي هو ما عكس حرص مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوين الإقليمي والدولي